مرحبا عليكم على طلاب بركاته ومعاكم مصطفى غيز من شركة هوا جروب للتسويق الإلكتروني وتصميم مواقع الإلكترونية. الفيديو ده انا عامله مخصوص عشان ارد على اسئلة مهمة جدا بتتسائل لي. تمام? هما سؤالين. سؤالين بس مهمين قوي. تمام? سؤالين بس مهمين قوي. هنخليهم اكتر من سؤال. تمام? بس انا الفيديو مش هيبقى طويل. هخليهم 3-4 اسئلة. يعني فيه حاجات مهمة جدا هقولها هنا بالنسبة للاعلانات على الفيسبوك. تمام? فارجوا التركيز معايا. الحملة اللي قدامي دي تمام? حملة رسائل. وانا مش هعمل حملة اعلانية على اطلاق. انا هتكلم على نقطة معينة بتعمل مشاكل للناس اللي بتعمل اعلانات سواء على الرسائل او استهداف جمهور معين. يعني استهداف جمهور معين. خلينا نتكلم في النقطة دي تحديدا. انا النهاردة جيت مسلا عايز اا ناس اا مقيمين في اا الامارات. تمام? هنقول مثلا الامارات. اهو. هنكتب مثلا دولة الامارات. هم? السؤال بقى. بيجي لي ناس يقولولي احنا عايزين ناس من الامارات بس يكونوا من اهل الامارات نفسهم. تمام? لما بيجي انا يختار الاشخاص الذين يقومونا في هذا الموقع. الاختيار التاني ده مهم جدا فعلا عشان يحدد لك الناس اللي موجودين في الامارات نفسها. ولكن مش كفاية. تمام? مش كفاية. ليه? انه برضو ممكن يجيب مختاربين داخل الامارات. او وافدين داخل الامارات. طب العمل ايه? العمل ان انا اول حاجة بعمله ان انا في اللغات هنا بكتب العربية. تمام? ده رقم واحد. اول حاجة بكتب العربية. تمام? ممكن اكتب العربية والانجليزية مع بعض ما فيش مشكلة. بس اهم حاجة ان انا سواء اكتب العربية بس او اكتب العربية والانجليزية مع بعض اجي هنا عند الاهتمامات ودي اللي مهمة جدا ابتدي اكتب اسماء مدارس او جامعات داخل الامارات اسماء مدارس او جامعات داخل الامارات لان مستحيل هيكون حد من الوافدين موجود في الامارات تمام يعني انا مسلا اكتب جامعة على سبيل المثال دبي مسلا هشوف اذا كانت موجودة ولا لا جامعة دبي مش موجودة طيب نكتب جامعة ابو زبي ونشوف كده اهو في الاهتمامات هنا في جامعة ابو زبي تمام طبعا انا مش عايز اهتمامات انا عايزها مدارس انا عايز مدارس تمام في حاجة هنا مسلا جايب لي ابو زبي يونيفيرستي يعني جامعة ابو زبي بختارها اهي تمام وبشير جامعة ابو زبي اللي فوق ليه لازم كل اللي هختاره يبقى مدارس مكان خاص بالتعليم ناس اتخرجت من مدارس. يعني هنا بص أهو المدارس هيه؟ تمام؟ جامعة خليفة بختارها. أهو. لازم يكون مكتوب جنبها المدارس المدارس تاني عشان أأكد أن ده خريج الجامعة دي. تمام؟ هنا جامعة دبي. أهو. مدرس. تمام؟ هنا عجمان يونيفرستي. أهو. اخترتها. اختار أسامي الجامعات اللي مكتوب عليها مدارس. تمام؟ زائد يونيفرستي. ومكتوب جنبها مدارس. أهو. هنا لما بختار عدد كبير وفضل اختار 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 لغاية ما يبتدوا يخلصوا تمام ليه لانا لما ببتدى اختار اسماء جامعات تمام هنا انا بعمل ايه بمنتهى البساطة بقول للفيسبوك يا فيسبوك انا صحيح اخترت الامارات واخترت الناس اللي بيقومون في هذا الموقع اللي هو الاختيار التاني تمام ولكن في الاهتمامات هنا انا بحدد اسامي الجامعات تمام عشان اضمن ان الناس اللي فعليا حيجوا من اهل الامارات نفسهم ومنساش ان يكون جنب الجامعة كلمة مدرسة المدارس اهو زي هنا تمام الجامعة الامريكية في الشرق ومكتوب جنبها المدارس اهو اخترتها تمام تفضل تعمل كده لغاية ما تخلص خالص في الحالة دي انت حتبقى ضامن بنسبة 100% ان الجمهور اللي جاي لك من الاعلان فعلا من الامارات وحبوس حتلاقي الاعداد بتقل يعني هنا جايب لك العدد ستة وتلاتين الف حيطلع بعد كده مئة الف حيطلع مش عالفه لكن في الاول خالص لما ما كنتش باختار مدارس تمام اهو لو ان لغت المدارس جايب لك اتنين مليون وربعمية الف تمام فهنا العدد كبير العدد مش قليل فطبيعا للعدد ده هيكون ناس مش من الامارات لكن لما حتدي اختار اسماء مدارس تمام هيجيلي ناس من الامارات نفس الكلام لو انا مثلا اعايز مصريين في السعودية على سبيل المثال فهاخد الاشخاص اللي زين يكمونا في هذا الموقع وكتبت مثلا السعودية اهو فجاب لي المملكة العربية السعودية اجي عندي الاهتمامات بقى تمام واكتب اسماء جامعات مصرية وليكن مثلا جامعة القاهرة تمام هنشوف زاهرت ولا ما زاهرتش كلية الاداب جامعة القاهرة مثلا مدارس اهو تمام زاهرت بس العدد قليل جدا باجي اكتب هنا مسلا اهو تمام هتبدأ الاعداد تزيد واحدة واحدة جامعة ستة اكتوبر تمام اهو بدأت الاعداد تزيد باربع تلاف وخمسمية هكتب مسلا اه جامعة المستقبل تمام اهو الاعداد بدأت تزيد وهكذا تمام يبقى انت هنا بتحدد اسماء جامعات مصرية رغم ان انت بحدد الدولة السعودية فبالتالي اللي حيجي لك الوافدين المصريين اللي موجودين جوا السعودية يبقى انا كده عرفت ازاي اجيب الشعب الاصلي زي الامارات واجيب الناس من الامارات نفسهم تمام اهو اجيب وافدين من اي دولة عربية طيب دي نقطة مهمة جدا الناس كانوا بيسألوني عليها طيب حللنا المشكلة دي طيب المشكلة التانية بقى في اعلان الرسائل تكلفة الرسائل بيبقى عالي تمام تكلفة الرسائل بتبقى عالية ايه حل المشكلة دي اولا المشكلة دي بتتحلي تدريجيا يعني بتتحلي تدريجيا بمعنى ايه بمعنى احنا بنرفع الميزانية بتاعتنا بالتدريج اول حاجة خالص لما باجي على حملة الرسائل في هنا في المواضع حاجة اسمها المواضع اليدوية لازم تحدد التعايزي بالزبط تمام حملة اعلانات رسائل على الفيسبوك يبقى طبيعي بتشيل بقى الحاجات دي كلها وبتخلي الاعلان بتاعك اخر الاخبار على الفيسبوك بس تمام لكن لو انت عامل مسلا حملة اعلانية رسائل خاصة بانستجرام بتختار انستجرام دايكت من فوق وبتخليها انستجرام بس تمام طيب في الرسائل بتنزل هنا تمام فبيجيب لك حاجة اسمها التحكم في الاسعار تمام وهتطلق هو اختياري التحكم في الاسعار هنا بتحط مثلا لو انت حاطت ميزانية مثلا 10 دولار في اليوم خمسة دولار في اليوم خلي الميزانية بتاعتك في الرسالة الوحدة تمام خليها ما يعادل 40 سنت للرسالة تمام يحسبك على الرسالة الوحدة 40 سنت تمام وبعدين تشغل الحملة بتاعتك وتدريجيا بقى ليت الحملة مشتغلتش على مدار يوم كامل زود خليها بدل 40 خليها 50 من 50 خليها 60 تبدأ تطلع تدريجيا لكن لو انت سبتها مفتوحة هتلاقي الرسالة اللي عندك بتجيب لك الرسالة الوحدة بدولار و 2 دولار وهتبقى الحكاية آآ عالية بشكل كبير تمام طيب سؤال تاني مهم آآ استهداف الفئة لو انت عايز تستهدف الناس هتستهدفهم ازاي تمام الكلام ده بقى سواء لو انا بتكلم مثلا على الامارات والسعودية ففي خاصية معمولة داخل الامارات والسعودية ان انا مثلا بكتب هنا الامارات اهو كما واقع اهو الامارات تمام السعودية الامارات السعودية آآ ماليزيا التركية المكسيك في دول معينة هي اللي بتعمل عليها الخاصية دي تمام تروح كاتب هنا في الاهتمامات الاشخاص اهو انا الوقت اخترت السعودية والامارات تمام فهتكتب الاشخاص الذين يفضلون السلع على القيمة في السعودية اهو الاشخاص الذين يفضلون السلع عالية القيمة في السعودية تمام حاجة اختار آآ فيه بقى الاشخاص اللي بيفضلوا السلع عالية القيمة ومتوسطة القيمة في نفس الوقت هاختار مسلا الاشخاص الذين يفضلون السلع عالية القيمة في الامارات كده انا حددت الناس اللي هما بيدفعوا فلوس آآ 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 عالية تمام او الفئة برضو من الطريقة اللي بختار بها الفئة برضو الاجهزة تمام باجي هنا دوس على عرض اضافة خيارات اخرى باجي اعمل تعديل تمام بحدد انا مسلا عايز اجهزة الاندرويد بس تمام عايز مسلا اجهز الايفون بس تمام باجي هنا اكتب مسلا ايفون ابدأ بقى اكتب بقى الحاجات العالية تمام آآ ايفون حداشر مسلا اهو قابل ايفون 11 تمام اهو ايفون